اهلا وسهلا فيكم من قناة رهف 2011 قدت نتيوب طمنوني عنكن ان شاء الله تكون دون بالف خير يا رب اليوم الفيديو تبعنا هو عبارة عن طاجين الخضار بشغلات مختلفة ما منع الشي اللي منشوفه نحن على اليوتيوب وسهلة التحضير ما بدا شغل ابدا عندي هون حبات من البطاطا اللي صغيرة وحبات من الجزار اللي صغير بندورة كرازية صفرة وحمراء متل مشايفين عندي كمان برضو حتى عندي بصل قيلته عندي اليوم اه شغل صغير يعني وعندي كمان حبات من الفلفل اللي ملونة اللي صغيرة كمان عندي كمان اه لحمة نعمة طبعا انا هون فارمت على وجهين بالماكينة او بمحضرة الطعام زمان متوجد عندك ماكينة لحمة عندي زيتون اخضر كمان برضو محشي فلفل حمراء وعليه كمان برضو شبات اه انتو قولكن حرية الاختيار زيتون الاخضر بتحبوه محشي وتحبوه عادي بيرجع لكم تعطي كتير نك هطيب هالاكلة عندي مع الاكبيرة من دبس البنادورا ومعلقة كبيرة من دبس اللي فلي فلي طبعا متوسط للحدودية البهارات عندي كل شي معالقة متوسطة ملح وفلفل اسود وفلفل احمر اوريغانو وسبع بهارات كمان عندي زيت زيتون عندي كمان عصير آآ ليمونة كبيرة فريش مجهزتها عندي هون يلا خلونا نبليش فورا بالوصفة خلي نزيح الخضر اول شي على جناب ونجيبها اللحمة نعمل عندي بلش اول شي باللحمة رح نجيب هالبهارات كلاتا ونخلطها مع بعضها البعض رح ناخد نص منها انحطهم فوق اللحمة والقسم التاني رح نخلينا على جناب ونشوف شو انه استعمال فيهم ورح نحط كمان فوق منا معلقة الكبيرة من دبس الفلفلة ورح نخلط كلاتا هاللحمة مع بعض هالبعض هاي الاكلة حتى مناسبة يعني اذا انت عندك موعد او كنتي بموعد ويعني بدك تعملي اكلة سريعة كتير سهلة التحضير ما بده شي ابدا للناس اللي بتعمل دايت كمان هاي الوصفة صحية هيك خلطنا كل اللحمة رح اخذ هاللحمة واعملها كمان برضو كرات وحبات صغيرة بما انه اليوم عنا كل شي يعني كيوت وصغير رح نعملوا كلاتهم هاي هيك خلطت عندي كل كرات اللحمة شو رح نساوي رح اجيب عندي هون فخارة كبيرة الاكل بالفخار تبيعطي كتير سبحان الله هنا كتير طيبة ومع طاجين الخضار تجي غير شكل رح ننزل عندي هالبانادورا كلها طبعا الناس اللي ما متواجده عندها هي الشغلات يعني انه هالحبات اللي كيوتو اللي صغيرة بكل بساطة بتستخدم البانادورا لحبات الكبيرة والبصل حبات كبيرة انه عملوا نفس الطريقة اللي ما متواجده عنده القطاع هيك اللي صغيرة رح ننزل هالبصل وهالباندورا رح ننزل كمان برضو حبات البطاطا وحبات كمان الجزار رح نحطهم كلهم مع بعضهم البعض رزعهم على كل الطباق عندي اما الوانهم يعني عن جد بشي بيفتح النفس هاي الجزارات كلها عاتهم رح نوزع هلأ كمان اللي فليفلي اللي ملونة بتحبي تخليها هيك متل ما هي حبة طبعا هي حباتها كلها صغيرة يعني بتحبي تخليها متل ما هي بتحبي تشرحيها كمان برضو بصير بس انا خليتها هيك متل ما هي حبة كاملة ورح نوزع كرات اللحم اللي عملناهم مع بعض عكل الطباق ومتل ما شايفين هيك وزعتهم كلهم عندي رح جيب عندي سبدية ونحط اللبهارات اللي زادت عنا وقت عملنا اللحمة رح نحط فقمنا الليمون ورح كمان نزل مقدار اربع معالي كبار من زيت الزيتون وشي صفي يعني عنا معلقة كبيرة من معجون دبس البنادورا رح حطه فوقتها تبيلة ورح نخلطهم كلهم مع بعضنا البعض لحتى يتجانس عندي الخليط ورح ننزل مقدار نصف كاسة مي صغيرة فقط لغير هاخذ هالمزيج كله ونزله عندي فوق طاجين الخضار واللحم طبعا هاي الكمية من الصوس بتكفي لانه هلأ انا عندي الخضار كلاتها رح تنزل المي تبحها وما بتاخد طبعا كتير معنا بالفرن عندي كوان هون الزيتون عفوان الاخضار رح وزعه عندي هون على كل الطبق طبعا هو إليك حريط الاختيار بتحبي تحط الزيتون الاخضار وما بتحبيه عادي بس هو كتير طيب لانه هو يعني نكهته حامضة ويعني نكهت الزيتون مع هذا الطبق كانت كتير كتير طيبة والله يعني طلعت ادمان غير شكل وحتى الزيتون ان شاءوا عندي بالفرن طلع يعني هم لعلي غير شكل وهلا هيك رح افضل عندي طاجين الخضار وحطوا بالفرن لمدة ساعة زمان وهي بعد بساعة من الفرن رح نفتحها انا اياكم مع بعض بس لازم تنتبه على ايديكم من البخار اللي عم يطلع منا حتى ما تحرقوا ايديكم بسم الله الله ايه المنظر ده شي بيشهل القلب والله ولا هالريحة الطيبة بصراحة بتطيض الوش يعني غير شكل سهلة وسريعة وحتى للناس الصحيين كمان يعني غير شكل خلينا نجرب لقمة مننا ونشوف هالخضار كيف طلعت يا عين تكنيفة يا جماعة نيفة شوف ريحة الصوس يا عين شبش هالقلب هم هيك يلا خلينا نجرب لقمة نشوف اول الشي شو ناخد بصلي كده كوري حنيفة البطاطا مستوية كمان برضو خلينا ندق اللقمة مع بعض شوفوا كل سهولة قسمت معي اللحمة يا عيني بحبكم كتير ما تنسوا تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس تنبيه عشان يوصل كل جديد انا بنزله وبتمنى تجربوا هاي الوصفة وتكتبوا لي بالكومنت شو لاقيكم فيها وبي باي